السلام عليكم طلبتنا الأعزاء اليوم راح نبدي محاضرتنا الثانية بالأمينات إذا تذكرون الأسبوع أو المحاضرة الفاتت تكلمنا عن الخصائص الفيزيائية لهذه المركبات وقلنا هذه المركبات تمتلك درجة غليان أعلى من درجة غليان الكحولات بسبب أن الكحولات لها القابلية على تكوين أواصر هيدروجينية أقوى من الهواصر الهيدروجينية التي تكونها الأمينات مرحبا جميعا اليوم سوف نتحدث عن الثانية الثانية بالأمينات إذا تذكرنا الثاني نتحدث عن الفيزيائي الثاني نتحدث عن الم 나는 الفيزيائي بدون الأمينات لنفسنا نتحدث عن الفيزيائي من الخريطات المهمية اليوم سنتحدث عن جزء آخر من الأمينات وهو تحضير هذه المركبات هذه المركبات ممكن تحضيرها عن طريق ثلاث طرق الطريقة الأولى هي تفاعل النيتروجين كنوكروفايل ويا هاليد الالكيل اللي رح يعمل عمل الالكتروفايل أمين يمكن تحضيرها عن ثلاث طريقة طريقة الأمين الأولى هي تحضير النيتروجين كنوكروفايل لتحضير الالكتروفايل لتحضير الامين إذا كنا نريد أ樹ائي الامين بST تحضير الأمين ثم طريقة الأمين، تحضير الأمين ب 4 تحضير الأمين ب الألمين بال independencia إذا قелنا بجريدا التائجياني ستجأ معنى الداخل آمين من اجتبớل تكليل الصدotype هذه الطرام وف politician لضع المونيوم الصد وبنان المرتبري والكالمم التاخلي هو dostاج الكاتف المنطقة من النترين will attack the carbon forcing the halite to leave the molecule and this reaction is similar to the SN2 type reaction then the next step the nitrogen will lose one proton to be back in neutral المزدوج الإلكتروني الموجود على ذرة النيترونجين سيعمل عمل النيوكلوفاير سيحاجم ذرة الكاربون هذا يؤدي إلى أنه مجموعة الهالايت ستغادر الجزائية بالخطبة الثانية جزائية النيترونجين عليها إشارة موجبة لما ترجع للشكل المتعادل ستخسر بروتون إلى المحيط هنا نفس الأمونيا ستسلك سلوك القاعدة هذه هي الطريقة الأولى النيترونجين ستقتل هنا والهالايت ستترك المحيط المابات الانترونية سترك المحيط سترك المحيط الثانية السابق الطريقة المحيطة 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 the reduction of the nitro group, the reduction of the nitrile group and the reduction of the amide group. Let's see the first example, the first reaction, on the first example we have the nitro, you have two oxygen on the product and we have two oxygen on the reactant and there is no oxygen on the product. Also we don't have any hydrogen on the reactant, we have two hydrogen on the product and if you remember we say that if the number of the oxygen got decrease or the number of the hydrogen got increase that mean we have a reduction. here, if you look at this, the oxygen is reduced from the nitro to the zero and the hydrogen is reduced from the oxygen to the hydrogen hydrogen. This means that it is a factor of the nitrogen. Here, the three of the hydrogen is hydrogen hydrogen, which is known as carbon and nitrogen. The second thing is activity is nitrile group, which is carbon nitrogen and nitrogen and hydrogen. And there is a These are activities that we work with. The second thing is we have the هاي عملية الاختزال التم بواسطة عمل مختزل اللي هو ليثيوم ألمنيوم هايدرايت إذا تلاحظون هنا بالمتفاعلات ما عدنا أي هايدروجين لكن عدنا بالنواتج 13 هايدروجين The second example here is the reduction of the nitrile group to the amine if you can see here the number of the hydrogenes in the product is less than the in the reactant less than the product so the number of hydrogen got increased that mean it's a reduction the third example is the reduction of the amide using the same reducing agent to produce the amine here the same we have one oxygen on the reactant we don't have any oxygen on the product we have two hydrogen over here while we have oxygen so the number of hydrogen got increased and the number of oxygen oxygen got increased so that mean it's also reduction the reducing agent is the same for the nitrile and the hydride هنا لدينا التفاعل الثالث هو عملية اختزال لمجموعة الامايد إلى الامين بواسطة نفس العامل المختزل اللي استخدمناه لمجموعة النايتراير إذا تلاحظون هنا مجموعة الامايد بهواء اكسجين مجموعة ذرة اكسجين بينما مجموعة الامين ما بيهي أيضا الكاربون اللي متصلة بالأكسجين ما بيهي أي هايدروجين بينما بالنواتج بيهي ذرتين هايدروجين إذن هذه عملية اختزال كل هذه التفاعلات الثلاث تفاعلات اختزال النايترو واختزال النايتراير واختزال الامايد راح تطيني امينات اولية اكرر امينات اولية كل هذه تفاعلات النايترايج والاميين وتفاعلات اممينات اكسجين ثمي الخطاعة لتفاعلات الامينات السنسي والاميناتك إذا معنا متغرط اممين عصد الدهيز والمتعام. Here's the reaction of the aldehyde and ketone. If you remember when the aldehyde and ketone or ketone reacts with anmine, they will reduce a c double bond N which called amine or a shift phase. هذا المنزل يمكن أن يستخدم بإستخدام قصة 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 ق جديدة اللي هي آسرة كاربون نايتروجين آسرة مزدوجة هذه كاربون نايتروجين آسرة مزدوجة تسمى ايمين ممكن اختزالها بواسطة عامل مختز الخاص الى الامينات الثانوية هذه الطريقة ممكن تحضير امين ثانوي بها ما ممكن تحضير امين اولي ممكن لكن بحالة خاصة بس اغلب الاحيان ممكن تحضر بها الامينات الثانوية ممكن تحضير امين اولي عند تفاعل ممكن تحضير امين اولي عند تفاعل الامونية مع الامونية مع الالديهايد او الكيتون. هذه المركبات فعالية هذه المركبات تعتمد على النايتروجين بالدرجة الاساسية. خل شوي نرجع للجدول الدوري. بالجدول الدوري بالمجموعة الاولى عندنا ذرة نايتروجين واكسجين وفلور. كل هذه الذرات بها مزدوجات الالكترونية. ذرة النايتروجين بها مزدوج الالكتروني واحد. ذرة الاكسجين بها مزدوجين الالكترونية. ثرة الفلور بها ثلاث مزدوجات الالكترونية. ذرة الفلور هي علاهم سالبية كهربائية. بعدها الاكسجين. بعدها النايتروجين. هذا شنو يخلينا نستنتج. يخلينا نستنتج انه الوفرة الالكترونية اللي موجودة على ذرة النايتروجين. او قابلية استخدام الوفرة الالكترونية كنيوكلفاير او كاعدة. بالنسبة للنايتروجين هي اعلى بهواي من الاكسجين والفلور. ليش؟ لانه بالنسبة للفلور والاكسجين بسبب السالبية الكهربائية. المزدوج الالكتروني يكون التصاقة بالنواة اعلى من التصاق. ليس التصاق لكن قربة قربة المزدوج الالكتروني من النواة هو اعلى بالفلورين من الاكسجين واعلى بالاكسجين من النايتروجين. اذا تفاصيل مع القربة المهاجمة او استخدامها كنيوكلفاير تكون اعلى بالنيتروجين. لذلك النيتروجين هي اقواهم كنيوكلفاير واقواهم كقاعدة. هناك تصاق الامين يسبب على تصاق النايتروجين. او خلالك التصاق الامين في النايتروجين. so let's talk about the first period in the periodic table or second period sorry in the periodic table so we have oxygen nitrogen and then oxygen and the fluorine the nitrogen is the least electronegative among them then the oxygen is stronger electronegative atom and then the fluorine this means the the availability of the lone pair in the fluorine is less than the oxygen and the oxygen less than the nitrogen why because the interaction between the nucleus for the interaction between the nucleus and the electron is stronger in the fluorine case that mean the fluorine cannot use the lone pair to use the lone pair as a nucleophile or as a base in this case the nitrogen is the stronger electrophile and stronger base now let's talk about the amine themself or before that the night the lone pair will enable the nitrogen to accept a proton or to react as a nucleophile someone will ask here how can I recognize between them how can I tell it will react as a nucleophile or it will react as a base it's very simple when you see any acidic material any acid in this case the nitrogen will most likely to react as a base but when we see a liquid profile and there is no acid in this case the the nitrogen will act as a nucleophile as you can see from first reaction here there is an acid how can't I tell it there is an acid because I can see there is a proton in the second reaction there is a because it's the we have some species that electron deficient than you see the nitrogen but you can see it in the next one we have to maybe add slightly to the with a proton and to go with a liquid profile and also add some particles here there is a nucleophile here one who will ask for this question for this one of the questions I will ask if it's possible where is it between what I know here he will know here he will be able to take those particles in the الجواب كلش بسيط إذا كان موجود في وسط التفاعل موجود ذرة هيدروجين يعني موجود عندنا حامض شو نعرف حامض موجود جزء سالب كان يكون كان يكون يعني موجود عندنا حامض معظم الظن أو أغلب الظن هنا أو أغلب اللي راح يصير أنه هو النيتروجين راح يشتغل عندنا شغل حامض. بس إذا ما كان عندنا حامض موجود بوسط التفاعل وموجود عندنا الكتروفايل إشترون نحن في الكتروفايل مثل ما قلنا سابقاً أنه الالكتروفايل هي مجموعة بها شحة بالالكترونات هنا النيتروجين راح يسلك عندي سلوك ال النيتروجين راح يتلك عندي سلوك النيوكلوفايل فعاليات الأمينات وقاعديتها مرتبطة واحدة بالثانية الأمينات الثالثية هي أكثر فعالية من الأمينات الثانوية والأمينات الثانوية هي أكثر فعالية من الأمينات الأولية ليش؟ لأن كل إحنا نعرف مجموعة الإلكيل هي مجموعة دافعة للالكترونات هذا يؤدي إلى أنه المزدوج الإلكتروني بسبب الدفع الإلكتروني من مجموعات الإلكيل الثلاثة يكون أكثر وفرة للتفاعل أو أكثر قدرة على اكتساب البروتونات لذلك يكون أكثر قاعدية لذلك يكون الأمين الثالثي أكثر قاعدية من الأمين الثانوي ليش؟ لأن ثلاث مجاميع الكيل مقارنة بمجموعتين بالأمين الثانوي وأيضا الأمين الثانوي هو أكثر قاعدية من الأمين الأولي لأنه بمجموعتين الكيل دافعة للإلكترونات مقارنة بمجموعة إذن هنا نحن القاعدة الأساسية اللي نركز عليها شلون نقدر نقال من بيناتهم هو شلون راح تكون الوفرة الإلكترونية بهذا المزدوج الحر مجموعات دافعة إذن زيد الوفرة الإلكترونية زيد من قوته ثلاث مجامع مقارنة مجموعتين إذن ثلاث مجامع تخليه أكثر وفرة أيضا بنفس المقارنة الأمينات الأروماتية هي أقل نيوكلوفيلية وأقل قاعدية من الأمينات الأليفاتية ليش؟ لأن الأمينات الثانوية مزدوجها الإلكتروني ما راح يكون حر راح يرتبط بعملية رنين ويامن وهي الحلقة البنزينية مثل ما راح نشوف بهذا السلايد يعني المزدوج الإلكتروني راح يدخل بعملية رنين كنتيجة وفرته للتفاعل راح تكون أقل بهواي من وفرته من وفرته وفرت المزدوج الإلكتروني راح تكون أقل من وفرت المزدوج الإلكتروني الموجود عن نيتروجين الأليفاتية أيضاً وجود مجموعة ساحبة يقلل من مجموعة ساحبة متصلة بالحلقة البنزينية يقلل من الوفرة الإلكترونية اللي موجودة على النيتروجين كنتيجة مدام تقللت الوفرة الإلكترونية إذن القاعدية قلت وأيضاً كالنيوكلوفايل أيضاً قل فمن عندما عندنا ثلاث أمثلة واحد من عندهم أنيلين بمجموعة ساحبة وحده وأيضاً أنيلين لوحده والمثال الثالث أنيلين بمجموعة دافعة بالمثال الأول المجموعة الساحبة راح تسحب الكثافة الإلكترونية من الحلقة البنزينية كنتيجة الحلقة البنزينية راح تسحب كثافة الإلكترونية من النيتروجين هذا يؤدي إلى أن الكثافة الإلكترونية أو المزدوج الإلكتروني الحر رح يكون أقل قدرة أقل قدرة على المهاجمة كنيوكلوفايل وأقل قدرة المهاجمة على شكل أو أقل قدرة على اكتساب البروتون من الأنيلين الحر لأنه الأنيلين الحر لا يوجد مجموعة صاحبة تسحب الكثافة الإلكترونية عند مقارنة الأنيلين الحر لا يوجد أي مجموعة دافعة أو صاحبة بالأنينين اللي بيه مجموعة دافعة الأنيينين بيه مجموعة دافعة لهذه المجموعة الدافعة راح تدفع الكثافة الإلكترونية باتجاه الحلقة البنزينية وهذه الكثافة الإلكترونية راح تندفع باتجاه النيتروجين يتأدي إلى أنه المزدوج الإلكتروني الحر الموجود عن النيتروجين يكون أكثر قدرة أو أكثر حرية على المهاجمة أو أكثر قدرة على اكتساب البروتون إذن هنا إذا عندنا الحلقة البنزينية بيها مجموعة ساحبة راح تقل القاعدية مال نيتروجين وتقل قدرتها على نيوكلوفايل مقارنة بالألينين اللي ما بي أي مجموعة وإذن مقارنة بالألينين اللي بي مجموعة دافعة إذن هنا أقواهم كنيوكلوفايل وأكثرهم قدرة على اكتساب البروتون هو الألين اللي موجودة بي مجموعة دافعة أيضا هنا فاتني أن أذكر أنه الأمينات الأمينات العروماتية ممكن أكسدتها بكل سهولة إلى ممكن أنه تتأكسد بالهواء الجوي بكل سهولة إلى مجموعة النايترو هذه المركبات معظمها تكون عديمة اللون لكن بعد فترة من خزنها نلاحظ أنه تصار بها تغيير لللون معظم التغيير باللون إلى الأصفر أو القهوائي هذا يدل على أنه المركب تبدأ يتأكسد So here the reactivity of the amine are based on the reactivity of the nitrogen On the first row we have the nitrogen and the oxygen and the fluorine Fluorine is the most electron negative atom So the electron on the outer shell are more strongly attached to the nucleus Which means the availability of this lone pair to be used as a nucleophile aura base Will be less than the oxygen and the oxygen is less than the nitrogen Due to the electron negativity Also the availability of the lone pair on the nitrogen is the key for the reactivity of the nitrogen This lone pair will enable the nitrogen to act as an electrophile and a nucleophile Here also the amines So when we compare the primary amines to the secondary to the tertiary The tertiary amines are the most basic among them Why? Because the tertiary amine has three alkyl groups attached to it And we know that the alkyl groups are electron donating They will donate the electron density toward the nitrogen Which makes the lone pair more available to accept a proton or to attack an electrophile More available than the secondary amines Why? Because the tertiary amines has three alkyl groups and the secondary amines has two alkyl groups So the difference between them is one alkyl group more Which means more electron pushing toward the nitrogen On the same manner The primary or the eliphatic amines are strong The lone pair The key here always How available the lone pair on the nitrogen More available Stronger nucleophiles And stronger base Less available Less Weaker nucleophiles And weaker base So here the lone pair on the aniline is less available than the lone pair of the Nitro The eliphatic nitrogen Why? Because the lone pair on the aniline will participate in the resonance with the ring That means it will be less available To be used as a nucleophile or as a base Here the aromatic amines Let's take the aniline as example When we have an electron with a drawing group Or we have the aniline itself Or we have the aniline with an electron donating group Always We need to focus on the same principle Which is what? How available the lone pair on the nitrogen When we have electron within the drawing group This group will Will withdraw the electron density toward it As a result The benzene ring will Will withdraw the electron density from the benzene ring And the benzene ring Will take some of the electron density from the nitrogen Which makes the lone pair on the nitrogen less available To be used as a liquefile or a base In comparison with the aniline When we compare the aniline to the aniline with electron donating group The story here is different But the principle is the same The lone pair on the nitrogen When we have electron donating Is much more available Why? Because the electron donating group Will push the electron density toward the ring And the ring Will push the electron density toward the nitrogen So here the lone pair Will be much more available When we compare the aniline with electron donating group With the aniline itself Also The aromatic amines Are very easy To be oxidized They can be oxidized By the atmospheric oxygen So The oxygen in the air Is good enough to oxidize the amine The aromatic amine The aromatic amine Themself They are Colorless And when they got oxidized Their color will change from Their color will change from Colorless to Yellow Yellowish or brownish So when we have an aromatic amine And we know it's Colorless And when we see it's colored That means it's got oxidized That means it's got oxidized Finally for today Normal amines Are converting To Normal amines Are converting to salt Salt HCL salt In medicine To get two benefits Salt The first one Protonating the amine Will increase Or will enhance The solubility in water Also Protonating the amine Will Stabilize the amine Stabilize the amine Means what It will Reduce the risk Of Amine Will get oxidized Because there is no Long pair Will There is nothing And it will Be much more Stable When we compare The tertiary The quaternal Ammonial salt With the amine Rather than Primary Or secondary Or tertiary So If you Can recall We have so many Medicine When they mention The medicine Name They will mention It's Dot HCL That mean what This medicine Has Amine Group Maybe It's primary Or secondary Or tertiary Got protonated Using HCL Using HCL To Get the Quaternal Ammonial salt To enhance The solubility And to make The compound Much more Stable Akhir 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 Alham 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 Ammonium Hic怎麼了 To Or Ram Ammonium Alham Ammonium Grow up Ammonium F eder Assaults Ties That means Much Ammonium 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 Any покуп Ammonium pure ammonium بوضانيته بالماء بالماء أعلى بهواية من المركبات المتعادلة أيضا عملية البرتنة أو عملية تحويل الأمين من أمين إلى أمين رابعي راح يلغي وجود المزدوج الإلكتروني لأن المزدوج الإلكتروني راح يساهم أيضا بالتأصير الكيميائي هذا يقلل من خطر أكسدة الأمينات مرور المدة يعني بمعنى آخر عملية تحويل الأمينات إلى أمينات ثالثية أملاح أمونيوم هي تؤدي إلى استقرارها بشكل أساسي